انتهت مهلة الوطن دون أن تتنازل السلطة الحاكمة أو تغير موقفها من الخيار الأمني في مواجهة التظاهرات ولم تلبي أدنى المتطلبات لثوار التشرين استمرت الكتل والأحزاب في لعبة المحاصصة وكأن شيئا لم يكن فما كان من المتظاهرين إلا أن يصاعدوا من خطواتهم السلمية وتحولت التظاهرات والاعتصامات إلى حالة غضب عام تجسدت ردوده في إغلاق الطرق والجسور وسد طرق الموانئ النفطية وتعميم حالة الإضراب العام ورفع العصيان المدني إلى أعلى مستوى منذ بداية التظاهرات مقابل هذا التصعيد السلمي صعدت الحكومة وميليشياتها من خطواتها القمعية ورفعت جاهزيتها للتصدي للتظاهرات والاعتصامات فاستخدمت الرصاص الحي والقنابل الحارقة وشنت حملات دهم واعتقال في مختلف المحافظات فكانت النتيجة أن استشهد وأصيب وأخفي الآلاف من المتظاهرين والناشطين ازدياد حدة القمع يدل على مدى تأثير الخطوات التصعيدية للمتظاهرين على السلطة الحاكمة وميليشياتها حيث تعد هذه الخطوات التصعيدية مرحلة جديدة في حياة الثورة إذ أن إغلاق طرق الموانئ سيشل الحركة الاقتصادية التي لم يستفد منها الشعب يوما وإنما تصب دائما في جيوب المسؤولين وزعماء الميليشيات وأكثر ما يخشاه هؤلاء هو تأثر مصالحهم الاقتصادية ولا يزال العصيان المدني أحد أنجع طرق المقاومة السلمية للسلطة الفاسدة فهو يحرم النظام من مورد اقتصادي رئيس يساعده في الاستمرار كما يمنع الأجهزة الأمنية والميليشيات من استخدام أموال الشعب العراقي المنهوبة لتمويل جرائمهم وقمعهم للثوار فضلا عن أنه أداة للضغط على الشركات الخاصة والمملكة للمنتفعين من النظام لوقف تمويل القوات الحكومية والميليشيات